السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحمد محمد. وظائف الكلا عندي بدأت من أربعة. دكتور قال لي عندك التهاب ومكروب. ونقرص عالي. أخدت علاج ونزلت الوظائف إلى اثنين. واستمرت سنة ونص حتى تاريخه. بقت اثنين وسبعة. وبعدين اثنين وثمانية. مش عايزة تنزل عن كده. وعندي ارتفاع ضعط الدم. مية وربعين على ثمانين. بتناول برشامة قبل الفطار وبعد العشاء للضغط. عمري ثلاثة وستين سنة. وزني سبعة وستين كيلو. معنديش سكر. هل أنا معرض للفشل الكلوي؟ أنا في قلق دائم. منظم أكلي. يوجد رغوي في البول. هل كليتي في خطر؟ أستحلفك بالله تطميني. أنا عايش في حزن وخوف الآن. يوجد حرقان خفيف بعد نزول بول. ذهبتي إلى دكتور مسالك. قالي البرستاطا عندك كويسة. وعندك زيادة نزول بول. لأني بتناول كمية كبيرة من الماء. أستحلفك بالله ترد علي. طبعا أرد عليه من غير ما تستحلفني. هو طبعا الأرقام اللي قالها الأول ده أزوى على كريتينين. أنا عارف وأزوى عليه كريتينين. هو ابتدى كريتينين عالي. ونزل إلى 2.7 و 2.8. هو ابتدى من أربعة. تعالى نتكلم على كريتينين وهو أحد الأرقام اللي احنا بنشوفها كمؤشر لوظائف الكلة. ما هو كريتينين؟ مادة. مادة موجودة في الدم. لها تمثيل غذائي. بتطلع مين المسؤولة عن أخراكها؟ الكلة. بيطلع في الجسم كريتينين. الكلة بتطلع. بتقول لي طبو كريتينين الطبيعي يقولك لا يتعدى واحد. الطبيعي لا يتعدى واحد. في الإنسان الطبيعي بنلاقيه 9 من 10. بتقول لي إذا انت بتقول واحد أقولك ما احنا بنشوف الكريتينين ونزبطه بالسن. يعني هل واحد سنه 75 سنة كلوته هتبقى بكفاءة واحد سنه 20 سنة؟ واحد سنه 20 سنة هيبقى بكفاءة 75؟ قطعا لا. لكن الاتنين يكون في الحدود عشان كده بنقول بها تراوح بين 9 من 10 إلى واحد واثنين من 10. أقصى حاجة أو واحد واحد من 10. طيب يلا نتكلم على كريتين كلمتين تفيد جدا 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 جدا. كريتينين قمته في تكراره تكرار قياسه بمعنى واحد كريتينه أربعة زي ما انت قلت ابتدى أربعة. وبعد شهر استهوله لاته أربعة. وبعد شهر استهوله لاته أربعة. ومعلق على أربعة. ده أحسن. خلي بقى لك من الكلمة أحسن من واحد كريتينين واحد ونص وبعد شهر لاته واحد وستة من عشر. وبعد شهر لاته واحد وسبعة من عشر. الكريتيني السابت ما يخوفش قوي هو مش طبيعي. الطبيعي تسعة من عشرة إلى واحد واحد من عشرة. إنما اللي كل يوم بيعلالي واحد من عشرة ده خطر جدا جدا. هو ده اللي يقلل. عشان كده لما يجي لعيان معه ورقة فيها كريتينين وآقراه لا قيمة لهذا الرقم إلا لما عيده. لا قيمة لهذا الرقم إلا لما عيده. عدت هذا الرقم لقيته في ارتفاع. لا نرفع الراية الحمرة. لقيت الرقم سابت هنتجيله علاك مش هنسيبه لكن أرحم من واحد يكنتين قاعد يعني. إنت بتقول إن إنت دلوقتي بين اتنين وسبعة واثنين وثمانية. إنت بتقول سنك سبعة وستين سنة. هذا الرقم لو ثابت مقبول. إنت خايف من إيه؟ خايف من إيه؟ من فشل كلوي؟ إنت بعيد جدا عن الرقم من فشل. أنت بعيد جدا جدا جدا. ليه؟ أنت بتعيد نفس الرقم. ممكن رقم أقل منك وقاله لا أنت عندك فشل كلوي. ليه؟ لأن كل يوم بيتغير. إنما أنت ثابت ما تخافش إطلاقا يا ابني. ما تخافش إطلاقا لأنه ثابت أهم حاجة المتابعة. في علاج طبعا الدكتور كاتبهه لك قطعا وتشرب مية كفاية لأن المية أساسية. هقول لك كمان نصحتين بس بعد الفاصل. كنا قبل الفاصل مع اللي خايف من الفشل الكلوي. وأنا بقول له ما تخافش أرقامك كويسة جدا جدا. لكن عايزة نبهك لحاجة. اوعى تصوم. حذاري أنك تصوم. لا رمضان ولا نوافل. بقى إحنا بنتعب جدا جدا مع اللي زيك في حكاية ما تصومش دي. عندي ست نفس حالتك. مبارح. مبارح جات عندي في العيادة مبارح نفس حالتك. وبتصوم يوم بعد يوم. يوم بعد يوم. بتالي حاجة ممنوعة. ممنوعة الصيام. حيعلق كرياتينين. وحتعملي مشكلة أنت مش قدها. إزاي يا دكتور؟ أغضب ربنا؟ بتالي لا. ده أنت بتغضب ربنا بالصيام؟ بتالي أنا هسألك سؤال واحد جاوب عليه. بس أقسم بالله. لو ما جاوبتي عليه صح. لحاجة عال جدا منك. قالت يتفضل. مثلا أنت وقف تصلي. ودخل عليكي واحد بمسدس. تكملي صنع ولا تجري. هي لأ أجري طبعا. بترطم هو. بانت لغيتي عبادة. عشان تحافظي على ايه؟ على نفسك. الحفاظ عن نفس عند ربنا مهم جدا جدا جدا. الحفاظ عن نفس. المنتحر بيخش جهنم ليه؟ طيع الروح اللي ربنا اديه له. مش من حقه. إنه يلعب فيه. فإنت لو صمت. هتعمل مشكلة أنت مش قدها. فلو سمحته الصيام لمرضك كلا. لازم تسأل الدكتور بتاعك. أنا ممكن أصوم ولا لا. ليه؟ لأن الصيام بيدر جدا جدا مريض. اللي هو بيبدأ فشل كله. مش عايزة أقول كلمة فشل كله دي. مش عايزة أقوله. احنا بنوها على الناس غير كده خالص. خالص. نقول ايه؟ تعطل في وظائف الكلا. انت عندك الكلا مش سليمة. لكن ماشي. لكن ماشي. سنك. لازم تحافظ جدا. نظام الأكل الدكتور حيقولك عليه. بروتينات. بروتينات حيقولك تاكل قد ايه. ولم يقولك قد علبة الكابريتي. اللحمة قد علبة الكابريت. لازم تسمع الكلام. المية حيقولك تشرب قد ايه. الأدوية اللي هتاخدت قد ايه. بس والنصائح كلها حيقولها لك الدكتور. في رسالة.